كتابة للأطفال صعبة اه صعبة الاي مدى صعبة لانه حضرتك بتكلم هنا بالزاد في العصر ده الطفل النهاردة بقصدي زمان هتكلمه بلغة اعلى منه هيحس ان تتعالى عليه هتكلمه بلغة بسيطة ساسجة يحس انك بتستهيفه يعني بالبلد كده مستعيله اه فازي هتكلمه بلغة هو يفهمها وتدي له ثقة انك بتكلمه وانت يحس انه هو له كيان وبيفهم وعنده رأي وعنده رؤية مش مجرد متلقي لا هو فاعل فلازم اخلي الطفل اولا يبقى حاسس ان القصة دي بتعبر عنه بتناقش ممكن موقف هو مر بيه مشكلة يمكن هو بيتعرض لها حاجة مرت عليه حاجة اسمعها لا يعني لازم يبقى فيه حاجة مرتبطة بيه بشكل او باخر المسألة كمان اصلها يمكن اظن جزء من صعوبتها في التصوري المتواضع جدا انه الاطفال بتوع دلوقتي غير الاطفال على ايامنا يعني انا لما كنت طفل اكيد كنت اكثر سازاجة بمراحل وقدرتي على الاطلاع على كل اللي بيحصل في الدنيا اقل بمئات اللي لم تكن بالضبط فده جزء من الصعوبة ده حقيقة بوصل ازاي للطفل الحديث ده طفل موبايل ولابتوب وانترنت وبلاتفولز وكل حالة اوصل له لان انا اكلموا بلغته بقى اشتركوا في القناة